المثيرة والغريبة سيدة بتتعالج في مستشفى دخل حد وقال لها انه هو طبيب وكشف وسرق الموبايل بتاعها شوفوا تخيلوا السرقة بتوصل ازاي دلوقتي بقت الحيل المتعلقة بالنصب والسرقة لكن هو القضية هنا طيب دخل المستشفى ازاي وقدم نفسه ازاي هسأل مدام هند مدام هند اهلا بيك اهلا بيك ومعي كمان الدكتور شريف ابو جندي مدير المستشفى دكتور شريف اهلا بيك اهلا بيك سيد واحد مدام هند ايه اللي حصل حضرتك انا عجله واجع في رجله فانا رحت على المستشفى الاميري عشان اكشف عليه وعمله اشاعة طمع اعجله دخلت اعطيت تفكرة ودخلت الاستقبال اه كان فيه دكتورين قاعدين في الاستقبال اه واحد كان معاه حالة والتاني ده كان قاعد عن مكتب وكان برضو معاه حالة قابلي فدخلت له اه كان شفرج لابني قال لي ده تحويل حاولني على قسم العزام اه رحت عند العزام كان فيه حادثة فدكتور بتاع العزام ما كانش موجود اه فقعدت انتظره شوية لقيت الدكتور ده هو تراجع تاني كان فيه حاصل طوارق هو مسكها وبيكشف عليها فقال لي انت لسه قاعدة قطله اه انا لسه قاعدة اما قال لي طب تعالي وانا هكشفلك على ابنك قطله حضيرك دكتور عزام قال لي اه دخلت معاه الاوضة والناس قاعدة كان فيه ناس تانية قاعدة بيكشف عليهم كشف على ابني قال لي لا ده ابنك شكل موضوع خطر لازم يتعمل له اشاعة تلوقتي دخلت اه قسم الاشاعة وعملت الاشاعة اه على الابني ودفعت جبت تذكرة ودفعت الفلوس ودخلتها للدكتور بتاع الاشاعة وعمل ابني الاشاعة بعد اما دفعت الاشاعة خلاص لقيتهم بينادولوا بيقولوا خد الفلوس تاني اه تعالوا خد هاتي الواسط وخد الفلوس قلت لهم ليه قالوا لي الدكتور قال اللي انت تابعه وخلاص خد الفلوس قلت لهم قالوا لي انت تعافي قلت لهم لا انا ما عرفوش قال لي من المستشفى هنا عندكم روحت له بعد كده قطوا لي يا دكتور كده قال لي لا ما عارش ركز وخلاص مطمم بس على يدله الاول وبعد كان يبقى شوف موضوع الفلوس والكلام دول امتي موريال اشاعة قال لي انت ازاي بابنك كده هو انت امه انت متأكدة انت امه قال لي ازاي انت سايبة كده ده حالته خطيرة ده عنده تقوص رجليه ولازم ده خاطر تعلاج طبيعي يشوفوه ولازم تلات جلسات تليوم وما ينفعش ازاي تسايبة كده طب بصي من حظك الحلو اللي فيه فوق استشاري كبير دكتور استشاري في علاقة طبيعية فوق في الدور السادس انا طبعا معرفش المستشفى اللي فوق ولا عرف اصلا المستشفى ازاي اه فقال لي ثواني بس عندي كم حالة هخلصهم قعود انتظريني هنا وبعد كده هقدر تنطلع للدكتور عدت استناه وطبعا انا عمالة منهارة اللي ابني فيه كل دوت هو خوفني اه قلت عدم التانية غلص اللي وراه وطبع طالع وداخل ويدي لناس علاجات ودو يصف ناس ادوية والناس بتخرج عادي دكتور بقى وحطت السماعة ومع جهاز الضغط وما في كويه في ايديه طبعا بعد اه افضلت قاعدة شوية قل لي معرفش عالت اخيه خلص بس الحالة دي وهطلع معاك دخل في الطوارق كان فيه بنت ومعاها ممتها كمل كشف عليها واجالي قال لي طب تعالي يلا نطلع فوق للدكتور مشيت معاه اخدني في الدور السادس ففتح اضع بالقود ودخل ففضلت قل لي استنيني بس هنا لقيته طالع بيقول لي الدكتور مش موجود طب معلش نصنع فطورة التلفون يوقفه حتي بس تكلمت الدكتورة خليه يطلع علينا خايت دقني التلفون بتاعي ما لقيتوش اختفى يعني في ساعتها ابن قدامي جيتها بصت عليم الشباك ما فيش اي حد لقيت ضعبط طالع نزلت الدور الخامس لقيته بيقول لي انت ازاي توصلت للمكان ده المكان ده ممنوع ان انت تقافي فيه قلت له انا معرفش ان اجاي مع دكتور اسمه احمد عبد الرحمن هو اللي قال لي اجي معاهش انا قلت لك ما فيش دكتور اصلا عندنا هنا اسمه احمد عبد الرحمن قلت له ازاي ده اخد تلفوني اما قال لي طب رقم تلفوني كان واضبطي شد الكلام دوت اخد التلفون بتاعي ورن عليه كان مفتوح اما كانت العليه والتلفون اتقفل نزلت تحت في المكان اللي انا واشفته فيه رحت للدكتور اللي كان قعد معاه قلت له يا دكتور انا دلوقتي الدكتور اللي كان هنا ما عارفش هو ايجا لسه جاي لنا دلوقتي وقال لي انا لسه دكتور نبطش مستلم النهاردة اول يوم لمعاكو النهاردة ودهم رقم التليفون وقال لهم ان انا بطش معكم وفي اي حاجة عرفوني وانا دكتور تخدير يعني هو قال لهم تخدير وقال لانا اعظام امت انا قلت له طب ازاي يعني انتم خدتم مخدتمش كرنية مخدتمش بطاقة مخدتمش اي حاجة ازاي تقعدوه اصتكم ويكشف عالناس ويصف علاجات للناس وكل دوت ويجعلي كمان دخل لدكتور اشعى خليه ارجعلي الفلوس طب ازاي وهو يعني ما مش دكتور وزاي يسمع كلامه بيجعلي فلوس الكشف والمشكلة اللي هو كمان كان مصمم اللي هو ياخد ابني معاي يقول لي هاتي عشان بس طلعنا للدكتور قلت طول اما عليش انا هاجي معك للدكتور عشان اسمع بودني هيقول يعني هو كان ممكن ياخد ابنك ويخطفه يعني كان مصمم اللي هو ياخد ابني وبعدني انا عرفت بعد كده للدور اللي هو طلعني فيه دول الدور ده استراحة الاطبة بيقول لك ممنوع حد يطلع فيه ما بينشيش في اي حد خالص انا ما امعرفش طيب اه بعد كده طبعا عملتي بلاغ بكل ده اه المستشفى ما كانوش ياديني خلوني اعمل محضر اه قالولي عشان الشوشرة الشوشرة ايه ده هي المستشفى لازم تخليكي تعملي محضر كانوا في الاول قالولي ساني ما نتأكد طبعا انا رحت عملت محضر وطلبوا طبعا اه في الاسم اسم الشرق عندنا هنا طبعا استاذ محمد زكريا ومأمور اسم كلهم طبعا قلبوا الدنيا قالوا لازم نعمل تخلي طيب اه دكتور شريف الحقيقة ويعني وقع غريبة الاطوار يعني انه دائما انه يعني المستشفى الناس حتأمن بداخلها يعني الدكتور المزيف ده كان ممكن يسرق ابنها وكان مصمم على انه ياخده فيبدو انه لما فشل في كده فسرق الموبايل يعني اه ازاي ممكن ده يحدث داخل المستشفى دكتور اولا حياتك الواقعة اللي حكيتها هي صادقة في كل كلمة الواقعة بالضبط انه وجاه الرجل المدعي الحرامي ده دخل المستشفى الساعة كتة اللي ربعة وثلاثل وادعى في ختناء الزيارة في الاستقبال مش بول مستشفى وحدك طبعا تعلم ان الاستقبال ما كان متردد عليه كل واحد داخل اي حاجة اه انه هو طبيب وما كشفش على حد ودع انه هو بيكشف ويكشف ويعمل الكلام ده كله واخد المدام بابنها ان يطلع للدور الساعة الساعة اللي هو الاستراحة ما فوقها كم ساعة الاستراحة في الدور الكام واتعمل محضر بهذه الوقعة واتبلغ بقى اسم الشرق واتعمل تحقيق في الدخل في المستشفى والدور جنة فراغنا الكاميرات بتاعة المستشفى وجبنا صورته مدام اتعرفت عليه واتخذ الصور والشريط للنيابة عشان تحقق فيها واتخذ الاجلاءات القانونية طبعا احنا عندنا شركة امن خاصة متعاقلين معاها وما تريد شركة الامن هو احفظ على الامن المنشأة واحفظ على الامن الناس اللي داخل المنشأة وده تقصير من شركة الامن فعلا وده متحول لهم في الشرقون القانونية واتخذ الاجلاءات بالقانونية بس انا يعني اصد جزء منها شركة الامن لكن كمان المنظومة الادارية في المستشفى يا دكتور يعني هنا اصله هنا الرجل واقف جنب الاطباء وقدم نفسه لهم واشتغل معاهم يعني يعني واضح هنا انه كمان ما فيش منظومة ادارية ممكن انها تحمي الناس يا لا يا فندم منظومة ادارية موجودة وكل واحد بيشتغل معروف مني بيشتغل والده كثرة موجودة وكان كل الناس اللي في الجداول موجودة والامن شايفهم والامن جاه الرجل ده موجود وهو التقصير ان الامن ما دخله المستشفى ازاي بيقولهم انا دكتور شافهش الكرنيه ما عرفهش الامن هنا قصر فدخل المستشفى انه يزاوي العملا داخل المستشفى مفيش ولا تذكرة عليها اي توقيع الا من الدكات التي كانت موجودة في المستشفى والنبطشين ده 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 خل الست ما تدفعشي واشايل سماعة وقاعد بدي للناس علاج شايل سماعة داش لعلاج لحد وماسك تذكرة جندة في ايده اخذها حياتك وبقول لي انا دكتور حتتسمعة لكن لم يوقع كاشفه على الدكتور وكان موجود وحب ان هو يشتغل وقال للدكتور انا عب مكانك واشتغل الدكتور قال لا انا نبطش من اللي يتزاعد بي انا من عرفكش اخذها حياتك لو قال له انا ما عرفكش يمسكه هنا انت مين لا انا مش هو النبطش في الديوت واحد قال له انا الدكتور فلاني فلاني وانا في ديوت قال له ما عنديش من الشغل انا نبطش وانا عليها الشغل لكن لم يمارس شغل ولم يمارس عمل في المستشفى مفيش تذكرة وكل التذاكر اللي تم تكشف على في المواعد اللي كان مادام هنده هل انت اللي طمنك انك انك انت لقيته زي ما بتقولي واقف وسط الدكتورة وبيتعامل مع المرضى وهو متعامل مع المرضى وفي واحدة كانت في الطوارق نايمة ومعها مامتها ومعها اختها وهو داخل كاشف عليها قدامي ومكاشف عليها بالسماعة وكتب لها علاج ومامتها ومشت معاه وفي عاملة في المستشفى قالت اللي هي كانت بتنضى في الحمانات وطلعت قال اخي انا عندي يا دكتور مغصبات من ديانت بعد اسمك يديني حاجة قال للممرضة اللي في المستشفى على اسم حقن والممرضة ديت لها الحقن دي وخدتها اربح حقن والعملة دي اسمه هو معمره في المستشفى وقالت لي اه جاشف بالكلام ده يبقى ازاي ما كانش انا لو مش شايفة بيمارس عمله هخليه يكشف علي ابني وبعدين يخش معايا قسم الاشاعة ويقول له تطول الاشاعة متاخدش منها فلوس ويسمع كلامه يبقى هو ازاي مش بيمارس عمله وهو كده قدامي اللي هو دكتور وهو كان هدف ياخد ابنك يعني عايز يخدم عايزة لعلى الدكتور وبعدين لما فشل في انه يخطف الطفل فخطف الموبايل اه اخد التليفون ايوا اخد التليفون وبعدين هو اجلب منين السماع وجلب منين جهاز الضغط قالوا استيلهم واخدهم المستشفى يعني هما تلمونه ابنه انا على ايه طيب نكر شريف يعني اسمع لي حددك هنا القصور الامن في انه دخل لكن القصور الاداري والفشل الاداري في المستشفى انه يلبس بلتو كده وسماعات ويكشف على الناس زي ما قالت لانه هو اللي طمينها انه بيكشف ايه اسألك اللابس بلتو هتقولك لأ ومتصور من غير بلتو ولا كان لابس بلتو طب ما هو معه سماعات هي مش قضية السماعة بتتبعها يا بيه في اي حتة من اي واحد بيشتري سماعة من اي حتة لكن ممكن يدخل ممكن يدخل الطوارئ ويكشف يا بيه الطوارئ المفتوحة ما فيها عدد الرزوار وكانت مدام بتقول ان كان في حاسة واي واحد ممكن يتواجد في الحاسة بيقوله انا دكتور بس لكن لم يكشف على حد وما فيش ولا تذكرة موجودة باسمه ولا تحط فيها التذاكر وجميع التذاكر تدمت جردها جميع العينين اللي داخلت ده وصف علاجا للناس كتب علاج ما كتبش ولا تذكرة عليها علاج يا فضل وجميع التذاكر بحرازة وشون القانونية لاجعتها وجابوا كل التذاكر ولقوا نفس الدكاترة اللي موجودة هي انه بتشاهف المستشفى اللي كتب العلاج مفيش ولا تذكرة كتبت من اي حد هو ادعى انها دكتور وقال لها انا حاديك حقوق نكازة وتعالي ده ادعاء وده نصف بينصب على اي حد ممكن في اي حد ينصب عليها وهو اتخذ اتخذ معاه ضروة فيها الزيارة وفيه معاه في الاستقبال مش جوه المستشفى طيب مادام هند عندك تعليق على كلام الدكتور الشريف انا عبو عيوة عندي بوسي ما احترامي للدكتور والدكتور انا مش بشكك فيه والنهاردة روحنا له هو اتعامل معانا كويس جدا انا مش بشكك فيه بس هو بيقول انا قدامي انا لو اعرف الست دي وبيشتر انا كنت كنتم هو كان في ايده دفتر كتب الالاج والست خدته مجهد ودخل كشف على بنتها قدامي طب لو حضرتك زي ما هو بيقول اللي هو ممارسة عمله ازاي دخل لقط الاشاعة وقال للدكتور ما تاخدش منها فلوس والدكتور رجع لي الفلوس والنهاردة زعاهم وقلوا بالدنيا قالوا ازاي ترجعوا تذكرة من غير ما تقولوا وتشتبوا على اسم ابنها كل ده حصل يبقى تأثير من مين من الاضافة المستشفى ولا من الامن بس يا دكتور شريف بس انا يعني مش عايز اخفي قصورا وفشلا اداريا هو فيه قصور حصل بقى بنكرش وجميع المقاصرين تحول الشئون القانونية والتأوى اقصى كل الشئون القانونية اللي هبتاعكم بيه عايز تاخد لكن في تقصير امني اه تكاثرة سمحت انه يبقى متواجد ازاي لكن ده فيه تقصير ما بقولش ما فيش تقصير لكن لم يكشف على حد ما دخلش ولا ادى العيان حاجة جميع التذاكر وجميع الحاجات الموجودة في الاستيبال تم مراجعتها وتمت اللي انها تكاثرة اللي كانت موجودة هي اللي بتاعت المستشفى هي اللي مديها العلاج هو اتكلم اورال او شفوي للناس اي واحد ممكن يقول خد حونت للمغز اي حونة حافظ حونة والنصب لا 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 دكتور يعني هنا هنا يا دكتور لو في حزم اداري وفي ادارة جيدة المستشفى مش هيحصل ده ده ممكن يموت ده كان هيخطف طفل مش لو كان يفير دخل حتك الكلام ده ده في يعني هو ممكن يدخل كده يعني ممكن يحقن اي حد بحونة ويموته يعني ازاي فاندي ما يخش موحدك بتقول حلقك بتقول زحمة حلقك بتواجد في الاستقبال في وسط المش المستشفى الاستقبال بيستقبل التوارق وفي حدسة الناس وقفة ازا كانت دكتور رجع لها فلوسها وقال لها اا الدكتور قال ما تدفعيش يعني فيه فيه دكتور تاني رجع لها فلوسها يعني كل ده تحط في التحقيق وتشقول ان القناة بتحقق بشكرك يا دكتور مدام هند هنتابع معاك ان شاء الله شوفوا المهازل وصلت لقيه كمان انه اي حد يستطيع كده انه يدخل ويعمل فيها دكتور يخطف اطفالا ينصب والقال يعني اا يعني سرق موبايل يعني هو ده اا بعد ما فشل في انه يسرق الطفل ويدخل ويكشف ويرجع للست فلوس عشان يطم